احنا بنعيش ايام لطيفة جدا بعد تنصيب السيد الرئيس الحقيقة وولاية جديدة ده بيخليني ارجع تاني واشوف انه المصريين الحقيقة عملوا سنوات من العمل والكفاح طويلة وكانوا يد بيد مع السيد الرئيس وحتى السيد الرئيس طول الوقت دايما بيقول بانه الشعب انت معايا انت معايا في الحكم انت معايا في كل المصار وفي كل الطريق وفي كل الخطوات فاكرين كويس قوي لما بدأنا المسيرة من 2013 وبدأنا نشم نفسنا ونبص بقى على بلدنا ونقول بقى عايزين نعمر وعايزين نطلع وعايزين نتحسن وطبعا لما بدأ الرئيس السيسي ورسم خريطة طريق الجمهورية الجديدة وبدأ يعتمد على انه عايز يبني ويعمر ويجري انبارح لسه كنت بتكلم يعني الطريق من قصر العبدين الى العاصمة الإدارية الجديدة سنوات من العمل مستمرة مشروعات انت بعينك نفسك طول ما انت ماشي في شوارع القاهرة او في المحافظات او في مصر بشكل عام عينك على طول بتشوف المشروعات اللي كلنا بنشارك فيها المشروعات بيعملوها ولادنا يعني اذا كانت الدولة بتخطط لكن اللي بنفذ المشروعات سواعد المصريين كلهم لكن انا عايز اتكلم كمان النهاردة عن اهم حاجة انا شايفاها المكاسب اللي اخدتها المرأة المصرية ايمان القيادة السياسية بالمرأة المصرية بدورها مش بس بدورها داخل اسرتها ولكن دورها في المجتمع وحنبدأ نتكلم كده مع بعض حنشوف انه مثلا لو بنتكلم عن المرأة في مجلس النواب حتلاقي ان نسبة التمثيل للمرأة زادت بشكل كبير جدا ووصلت ل27 و8 من 10 في المية وده كان عام 22 بعد وطبعا 165 مقعد وده كان تمثيل للمرأة بشكل طبعا هايل كمان حنشوف انه المرأة وجودها في السلك القضائي وصل الى 315 قاضية عام 2022 وبالمقارنة ده بنفس المقارنة بكم قاضية كانوا موجودين حتى في عام 2014 واجمالي كمان الدبلوماسيين من السيدات كمان نفس النسبة زادت بشكل كبير ولأول مرة منذ سنة 76 يتم تعيين كمان 98 قاضية في مجلس الدولة فانت هتلاقي كل الاماكن اللي المرأة بتبقى موجود فيها حصل زيادة وحصل يعني تعديل وحصل مسواية وحصل انها تبقى موجودة في المناصب العليا وده طبعا يعني خلى ادى ثقة للمرأة مش بس كده حتى المرأة في الفن بدأت تاخد وضعها بنشوف البطلات وبنشوف وضعها بنشوف كمان قد ايه قدرت كمان الدراما مثلا تناقش كمان مشاكل المرأة بصوت عالي وتفتح ملفات مغلقة بقالها سنين ترجمة نانسي قنقر